استقرار العراق يقف على حافة سكين بسبب أخطاء حكومته هكذا وصف الأوضاع العراقية الدبلوماسي الأمريكي دانيال سبيكهارد الذي خدم في العراق قبل سنوات والذي عاد مؤخرا إلى البلاد سبيكهارد أكد في مقال له بصحيفة الذهيل الأمريكية أن السلطات في العراق باتت تكرر الأخطاء ذاتها التي ارتكبتها سابقا تلك الأخطاء التي أدت إلى ظهور تنظيم الدولة وأدخلت البلاد نفقا مظلما من الحرب والانهيار الأمنية وخلفت دمارا واسعا في محافظات عراقية عديدة ومأساة إنسانية كبرى يعيشها أولئك الذين نزحوا من منازلهم فرارا بأرواحهم أو حتى أولئك الذين عادوا من رحلة النزوح القصرية ليجدوا منازلهم وقراهم وقد أصبحت أثرا بعد عين الدبلوماسي الأمريكي لفت إلى أن أبرز أخطاء الحكومة في العراق تتمثل في ترك الميليشيات المسلحة تتحرك بحرية وتبسط نفوذها بالقوة على الرغم من رفض غالبية السكان وجود تلك الميليشيات خصوصا في المناطق الواقعة الشمالية وغربي البلاد الأمر الذي يجعل هذه المناطق أرضية خصبة لاشتعال العنف الطائفي مرة أخرى كما أن استمرار السلطات في احتجاز كل من يتهمون ولو كيديا بالارتباط بتنظيم الدولة في مخيمات إيواء مؤقتة دون وجود حل نهائي لهم من شأنه أن يسرع من تلك العملية ويعزز من احتمال اجتذاب مثل تلك التنظيمات المزيد من العناصر تحت وطأة الظلم الواقع عليهم وفي عرضه لمشكلات العراق استراتيجيا يؤكد سبيك هارد أن استمرار النفوذ الإيراني سياسيا وأمنيا ودعم نظام طهران بعض الكتل السياسية والميليشيات المسلحة يلف المشهد العراقية بمزيد من الغموض بشأن استقرار البلاد لسيما في ظل دعم مكون مجتمعي على حساب مكونات مجتمعية أخرى ما يدعم التركيبة الطائفية للنظام السياسي في العراق في المحصلة يبقى العراق أسيرا لطموحات وأطماع نظام الملال في إيران ومواليه من سدنة الحكم الطائفي في المنطقة الخضراء ما لم يؤسس العراقيون مشروعا وطنيا جامعا لا يعترف بغير العراق وطنا أو هوية